مروان خير الدين إلى أن يصفت العكس يعني أكيد طبعا مروان خير الدين استدعي على التحقيق هون وراح لعندهم وخبرهم كل اللي هو حساب لرجى سلامي محطوط عنده سنة 1993 وهذا الحساب توضح لك أكتر هو لرياض سلامي ولكن بس تعين حاكم بالخمسة بال93 حط الحساب باسم أخوه وعملوا ريق برانية هو وخيه أنه هذا الحساب لأله هاو دي كان جيبهم هو معه يعني هو بيقول جيب مبلغ 25 30 مليون من أيام ماري لانش ماري لانش ومعروف يعني كان يعني معروف كان يحكيه رفيق الحريرة بس جيبه أنه ريدبه مليونين دولار يعني كنا بنعرفهم كلياتنا والشغلات فحطهم عن مروان خير الدين هالحساب بعد 93 حسب ما فهمت أنا ما نزيد علي شي زيد فوائد صروا 30 سنة محطوط الحساب يعني وحساب محطوط 30 سنة بزيد مرتين ثلاثة أكيد فوائد يعني فوائد على فوائد وفوائد كبيرة كانت يعني بلبنان فهذا الحساب إنه ليش عبي يسحب منه كاش قانون النقد والتسليف بلبنان ما بيمنعك تسحب كاش من حسابك بيمنعك تحطي كاش بس ما بيمنعك تسحب كاش معرفتي هذا كل قصة مروان غير دي بس الموضوع عوسع من هيك كما قرأناه يعني بس شو بدي شو بدي شو قرأتي قرأناه مشاركة بعمليات القاضي تهريب أموال منقول شو اللي ينحط هلأ وين التصال القاضي عبتسر بس تقليك شغلي لما نيودان منحكي ما نتبح الناس قبل على خبرية قاضية جاي تعمل مسرحية بلبنان عرفتي كيف ومتفقة مع أطراف لبنانيين عب يزودوها وتزودهم بالمعلومات عن مين عبتحكي في أطراف لبنانيين مين من الأطراف مين هني هول عب يسربوا تبلايكي بعد مروان ما مثل أمام القاضي تعرفين مين اللي قائم بهذا الموضوع من عم يشتغل على هالنقطة سمر رؤي بس تقليك شغل استهداف رياض سلامي بس بقاش تحروز ما فالب يعني وما فيكو نتعينه محله عبتحكي عن الطيار تحديدا حلق الطيار جزء من الحملة عملها الطيار وفيه جزء تاني غيره وفيه ناس يعني فيه ناس باليسار فيه ناس مستفدين فيه ناس بدهم سمير عسافي تعين مكرون عرفتي في الأساسي مكرون بالحملة عرفتي كيف يعني هو اللي بده يمسك الوضع المالي يعني بعد ما أمسك المطار المرفق عفوا عرفتي كيف بعد ما أمسك المرافق وأمسك النفط بده يمسك الوضع المالي بيعتبرين ويدا البلد ملكه هو والأمريكان قيلين لو خد راحتك ولق السعودي والسوري من كفئين كمان ما لم نحكي عن المالي اللي بدي قليك أنا هوني اللي بدي قليك هوني إنه مروان خيردين بعد ما مثل أمام القاضي نعرف شو بده زلمي جاي من كندا وصل عالترانزيت ممنوع يتوقف الإنسان ممنوع تجي إليه منه موقف هو قالوا له بنا بباسبورك بحجوز يعني عندك جالسي عندك جالسي بعد جمعتين وكذا بيحكي على تليفون وبيتواصل وعادي يعني وقاعد بقوتيل وبيضهر وبروح وبيجي بس إنه بعد جمعتين عندك جالسي أول شي إجراء منه قانوني تاني شي الزلمي ما تغيب لما انطلبت تتعملي هاد التمثيلية انت الخبرية طبعي قاربتي كيف وهي هاي دي كل قصتها هلأ بالأخير إذا صادرت هاو الأموال بيطلع لحصة منهم هيدا النظام عنده هاي القانون عنده إيش والأموال رح يرجعوا على لبنان فكرك أنت 130 مليون دولار رح يصادرون إني إذا أخذوا حكم طبعا ما رح يقدروا ياخدوا حكم بالأخير لأنه حسب ما فهمت أنا من مروان أنه هاو الأموال ما فيهم شي غير قانوني وديعات راكمة ما فيهم شي أنا من يعني مني شاهد صالح ما هي الفكرة يلي عم بتم تدولها وبدي أختم هالموضوع لأنه عند كتير حكي نحكي أنه الموضوع ما أنه موضوع والله وديع موضوع عمليات وإن يفرجوا إياها إذا مزبوطة اشتراك بعمليات نقل أموال وتهدد أموال وإخراج أموال يفرجوا يفرجوا إياها ما في على على كل حال هي سألته بها أنا ننطر هلأ كشو فيه الجمعة بكرة أنا ننطر نشوف شو بيصير بالجلسات اللاحقة لحتى ما نزلوا وما نكون يعني ما بدي أنا أعمل شاهد بقصة ما بعرف تفاصيلها نشوف لبكرة إذا في شي قانوني جدي ضده فيه إجراءات قانونية إذا ما فيه قانوني ضده تعدي فيه موقف آخر هلأ في كتير من أصحاب ومدراء البنوك حطت إيده على قلبه يعني في حالة خوف ما بيعنوني أنا ما بيعنوني يعني بيعنيني مروان كصديق عرفتي كيف وأنا أصلا ما بتعطى بالنظام البنكي يعني من هيك مش إنه يعني مروان بيعملي خدمات ببنك وعبحكي ما معك مساري بالبنوك اللبنانية لا بالأمريكية معي بس مش بإسمي ما تعليق عقوبات شلوة لا لا بعدك ما فيك تسافر على أمريكا حقك مصرياتك بالبنوك الأمريكية أنا ضحكان على حتى على بريطانيا فيش طلب فيزا معطوني كمان هذي دنبلة الأمريكيين بياخدوا كل إرهابيين العالم بيحطوهم عندهم قالوا بيرفضوا فيزا لألي مثلا هذي الإنجليز يعني هذي تعودوا خلص دنبلة الأمريكي بسم أولادك هوني؟ أمريكية وحطت نصرياتي عندكم ومش بإسمها لا بيعدوا بفتشوا عليك بفتشوا إذا قدروا يفتشوا أهم شيء أنت هي سهلة كتير عملي حساب بحدا ما إليك صلاة فيه وما حدا من اللي حوليك بيعرفه خلص خذي ضمناتك أنت منها عملي أربع خمسة حسابات بعلمك شكرا الشمعت عامل حسابات بعلمك بعلمك إذا بدك